اشتركوا في القناة ومن العلاقات بين البحرين والمغرب تعد نموذجاً فريداً يحتذا به في ثنائية العمل المشترك والمصير الواحد مشيراً إلى سعي المجلس الدائم لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي وضمان الأمن والاستقرار والعمل يداً واحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف بشتى أشكاله وأنواعه بدوره أكد معل السيد الرشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب المغربي على عمق العلاقات التاريخية العريق المشتركة بين البحرين والمغرب بقيادة وحكومة وشعب ومشيراً إلى أن ما يمس البحرين يمس المغرب في المقام الأول وخلال جلسة المباحثات الرسمية أشاد رئيس مجلس النواب المغربي بحجم التطور والإنجازات التي وصلت إليها مملكة البحرين من النواحي الإصلاحية والتنموية والحقوقية مشيداً بكافة الجهود البحرينية الإيجابية المبذولة والتحركات البرلمانية الفاعلة والمواقف الداعمة للقضايا العربية والمغربية هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون الثنائي بين البحرين وبين المغرب في كل المجالات وخاص بالذكر التعاون البرلماني بين البرلمان البحريني والبرلمان المغربي ولا يفوتنا أيضاً النشيد بالعلاقة الثنائية العميقة والقوية التي تربط البحرين بالمغرب اليوم كان اجتماع مثبر عقدنا اجتماع ثنائي بيننا وبين الأخ الرئيس البرلمان وفد المرافق تطرغنا إلى أمور كثيرة أهم ذات الاهتمام المشترك بين البحرين والمغرب وأيضاً أكدنا من خلال هذا الاجتماع بأن الارهاب أصبح ظاهرة خطيرة تهدد المجتمعات العربية فاتفقنا على أن يكون هناك فيه تنسيق في المواقف في هذه الأمور وكذلك تطرغنا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتطرغنا أيضاً إلى التعاون البرلماني سواء على مستوى الأعضاء أو على مستوى الأمانة